السلام عليكم ازايكم جميعا يا رب تكونوا بخير النهاردة نتعرف على مولد الطاقة الموجود في جسمنا وموجود في كل خلايا من خلايا الجسم ونقصو بيخلينا اكثر عرضة كل الامراض المزمنة وفي نفس الوقت بيستخدم في علاج كل الامراض المزمنة بناء على دراسات مثبتة اهلا وسهلا بكم معاكم دكتورة سامي السليم استشاري تب الاطفال والبودد والسمنة زميل بوكلية الطب بجامعة عين شمس واستشاري تغذية علاجية المولد الطاقة ده اللي موجود في كل خلايا من خلايا الجسم بيساعد على اداء كل وظائف خلايا الجسم هو اسمه كونزيم كيوتين او مساعد الانزيم كيوتين مهم جدا نعرف ايه هو الكونزيم كيوتين ده وايه السر ورا فايده ايه الفايد المثبتة علميا وكيف نحصل على هذه الفايد مهم او نعرف الجرعة المناسبة وهل ممكن ناخده مدى الحياة وهل له اعراض جانبية وهل له التفاعلات دوائية وامتى يظهر تأثيره علينا او نقطة مهمة لكونزيم كيوتين كما ذكرت في الاول موجود في كل خلايا الجسم هو مسؤول عن توليد الطاقة في كل خلايا الجسم والحفاظ على كفاءة وظائف كل خلايا الجسم فبالتالي نقصه بيؤدي الى حدوث الامراض المزننة ولما يكون عندنا امراض مزننة ونتناوله بيساعد في علاج هذه الامراض المزننة او مهم او نعرف ان هو موجود ايضا موجود في خلايا الدماغ موجود في خلايا البنكرياس الكبد الكلة القلب الاوعية دموية خلايا الجسم كلها فبالتالي اي خلل في نقصه بيأصل على الجسم كله كما ذكرت في البداية طيب ايه اللي يخلي الكونزيم كيوتين يقال مع السن بيقل مع السن دينا كلنا عشان كده كلنا فوق الخمسة وتلاتين يفضل ان احنا نتناول مكملات الكونزيم كيوتين عشان نحافظ على وظيف الخلايا بتاعتنا خلايا الدماغ خلايا القلب خلايا الاوعية دموية خلايا البنكرياس خلايا الكلا خلايا الكبد من التلف وتؤدي إلى حدوث أمراض مزمنة ولو أصيبنا بأمراض مزمنة مهمة جدا كمكمل جزائي نتناوله فيه ناس بيقل كمان كونزام كوتين بسبب جيني فعشان كده دول المفروض يتناوله منذ الصغر عشان يساعد على تحسين وظائف الجسم ويحميها من التلف وفي نفس الوقت يساعد على حمائتها من الأمراض المزمنة طيب هل ممكن لو إحنا عندنا أمراض مزمنة نتناول مكملات الكوتين عشان تساعد في علاج هذه الأمراض مهم جدا تناول مكملات كونزام كوتين لعلاج الأمراض المزمنة طيب إيه بقى الوظائف المثبتة علميا لهذا المكمل الزائر الرائع الرخيص الموجود في مصر وموجود في كل الدول العربية أول فايدة المثبتة علمية مهم جدا لصحة الدماغ طب ليه؟ إنه زي ما قلنا إنه هو موجود في كل خلايا الدماغ أول ما يقل يبتدي يحصل لنا ضوائية في الدماغ مرض الزهايمر اكتئاب الشرعاش كل الأمراض المزمنة بتبتية تحصل لنا بالسبب نقصه عشان كده أي حد عنده خلل في وظيفة الدماغ سواء الزهايمر أو شرعاش أو أي مرض تاني أخر في الدماغ مهم يتناول مكملات الإنزام كوتين عشان يساعد نفسه على تحسين وظيف الدماغ ويحميها من التدهور مع السن أيضا الحاجة المهمة قوي بالنسبة للدماغ إنه هو له دور مهم جدا في علاج الصداع النسفي الناس اللي عندهم نقص في الإنزام كوتين وجدوا إنهم أكثر عرضة لزيادة نوبات الصداع النسفي وشدتها وتكرارها عشان كده مهم جدا أي حد عنده صداع نسفي يسمعني يتناول مكملات الكوينزام كوتين بانتظام ده هيقلل نوبات الصداع النسفي ويساعد كمان في علاجها وتحسينها بصورة سريعة وفي مكمل جزائي طبعا أنا اتناولته في فيديو ساوك مهمة قوي أن يتناول كمان معه الجينكو بلوبة يعني أي حد عنده صداع نسفي مهم يحرص على تناول كوتين زي مكيتين ومكملات الجينكو بلوبة لأن الجينكو بلوبة دي بيزود الدم أيضا لخلايا الدماغ فبتحسن وظيف الدماغ الحاجة المهمة أيضا هو بيحسن خصوبة الرجال والنساء بالنسبة للنساء بيعملهم إيه بقى؟ بيزود إنتاج البيضات وبيحسن كفائتها اللي بيحسن مرأة مع السن عدد البيضات بيقل ومخزون البيضات بيقل فبالتالي بيقل إنتاج البيضات وفي نفس وقت كفائة البيضات دي بتقل فعشان كده الناس مع السن اللي هي متجوزة كبيرة وعايزة تحافظ على خصوبتها حلوة أو تفنها والمكملات للكم نزيم كيوتين عشان يساعدها على إنتاج عدد أكبر من البيضات ويحسن كفائة البيضات أيضا الناس اللي هي بتعمل تلقيح صناعي كل شوية عشان عندها مشكلة في الإنجاب مهمة أيضا تتناول مكملات القون زي مكيوتين عشان يزود لها عدد إنتاج بيضات وخصوبتها ويساعد على خصوبتها بصورة فعالة ما يحصلهاش شيخوخة بدري أيضا مهمة أيضا للرجال بيعمل إيه للرجال بقى؟ بالنسبة للرجال بيزود عدد الحيوانات المنوية وفي نفس الوقت بيحسن كفائتها فأي حد عنده مشكلة في الإنجاب لازم من ضمن المكملات التي يجب أن نحرص عليها مكملات القون زي مكيوتين أيضا له دور فعال في صحة القلب والأوعيات الموية لأنه زي ما قلت حالا أنه موجود في كل خلاج جسم هو موجود في القلب وموجود في الأوعيات الموية نقص القون زي مكيوتين بيؤدي إلى هبوط في عضلة القلب فتناول مكملات القون زي مكيوتين تحمينا من هبوط عضلة القلب وفي نفس الوقت بتساعد في علاج هبوط عضلة القلب عشان كده مهم جدا نتناول مكملات الكونزين كيتين اي حد عنده مشكلة في القلب يتناول مكملات الكونزين كيتين هتحمي قلبه من الهبوط وهتقلل نوباته الهبوط وفي نفس الوقت بالساعة في علاجها ايضا له هضور فعال في الحماية والوقاية من مرض السكر لأنه بيزود حساسية الانسرين في الدم وبيحسن وظيفة البنكرياس فبالتالي له هضور مهم جدا في زبط سكر الدم وتم عمل دراسات كتيرة اثباتت الكلام ده منها دراسة تمت على 100 مريض سكر نوع تاني اسموهم مجمعتين مجموعة تم اعطاها مكملات الكونزين كيتين معدل 100 ميلي جرام يومية لمدة 3 شهور مجموعة لم يتم اعطاها مكملات الكونزين كيتين ولحظوهم بعد 3 شهور لحظوا ان التراكمي يقلب صورة ملحوظة جدا في المجموعة التي تم اعطاها مكملات الكونزين كيتين لمدة 3 شهور ايضا له دور مع فعال في زيادة عملية التمسيج زي وحر الدهون والتخصيص وانقاص الوزن ايضا له دور فعال في تخفيض الضغط ايضا له دور فعال في علاج الكبد الدهني ايضا له دور فعال في الحماية والبقام من السرطان الدراسات اثبتت كل الناس اللي عندهم سرطان او بدأ يحصل لهم سرطان او اسيبوا بالسرطان عندهم نقص جامد جدا في نسبة الكونزين كيتين فبالتالي لما بيتناول مكملات الكونزين كيتين ده بيقللوهم من انتشار السرطان وبيحميهم من مضاعفات العلاجات الماشيين عليها في علاج السرطان زي ايه زي الكيميوي زي الاشعاع بيقلل من العراض الجانبية لهذه العلاجات على خلايا الجسم بحيث يحافظ على خلايا الجسم من التلف فبالتالي مهم جدا الحماية اللقاء من السرطان وتقليل انتشار السرطان جميل ايضا ان هو لغ دور فعال ايضا في نظارة البشرة طب ليه ان هو زي ما قلنا حالا موجود في خلايا الجسم كله فموجود في خلايا الجلد فبالتالي مهم جدا بيحافظ على مكونات خلايا الجلد من التلف فبيحمينا من التجعيد وبيحمينا من التصبغات اللي بتحدث في الوجه مع السن فمهم جدا نركز على الكرمات اللي بتحتوي عليك وانزام كيتين وندهنها يوميا سائل تحت العين او على الوجه ده مهم جدا عشان نحافظ على خلايا جد من التلف وعشان نحمي نفسنا من التجعيد وفي نفس الوقت نمنع حدوث التصبغات ونتناول كمان مكاملات القونزام كيتين ده يدي نتيجة فعالة جدا في الحماية والوقاية من التجعيد وتقليل التصبغات الموجودة في البشرة ايضا القونزام كيتين له دور فعال في تحسين الاداء الرياضي زي ما قلنا حالة موجود في كل خلايا الجسم فبالتالي لما يقل الاداء الرياضي بتاعنا يقل والناس اللي بتمارس الرياضي بعد شوية بيحس انهم مجهدين ويحسوا بالتعب فبيقللهم الشعور بالتعب وبيحسن الاداء الرياضي والناس الكبيرة في السن اللي عندها مشكلة في الماشي والحركة بيحسن لهم الاداء الحركي بتاعهم طيب اتنية نقطة تانية ايه الجرع المناسبة لنا من مكملات القونزام كيتين الجرع المناسبة لنا من 100-400 ميلي جرام هو له تركيزات كتيرة فيه 30 فيه 50 فيه 100 المفروض ان احنا نتناول من 100-400 ميلي جرام ما نزودش عن كده ويفضل نبتدي الاول بال30 مرة مرتين في اليوم اتحسننا خراس يبقى خراس ده كفاية دي جرعتنا مناسبة ما تحسناش نزودها شوية ونخليها 50 مرتين في اليوم امتى يظهر تأثيره بعد تناوله؟ بيظهر تأثيره بعد شهرين لتلت شهور من تناوله يعني بيظهرش في طول لحظة او بعد اسبوع او اسبوعين هل له اعراض جنوية؟ ملوش ايه اعراض جنوية؟ طب هل احنا لو تناولناه يوميا مدى الحياة هيأثر علينا او هيدورينا بالعكس؟ هيسعيدنا جدا ان زي ما قلت حالا ان الكون زي مكيتين امولد الطاقة ده بيقل في جسمنا مع السن وهو مسؤول عن وظائف خلايا الجسم كلها فعشان نحافظ على خلايا جسمنا ما تتأثرش ونصب بالامراض المزمنة حلوة اوين تناولوا مدى الحياة هالله تفاعلات دوائية؟ ملوش تفاعلات دوائية بالعكس بيحمينا من الاعراض الجنوية للأدوية الناس اللي ماشي على الأدوية اللي بتقلل الدهون الضرة في الدم لازم يتناولوا مكملات الكون زي مكيتين عشان يحافظوا على عضلاتهم من التلف ويتفادوا الاعراض الجنوية للأدوية اللي هي بتقلل نسبة الدهون الضرة في الدم وكذلك كل الأدوية اللي تخص الجهاز العصبي مهم جدا تناول الكون زي مكيتين كمكامل جزاي عشان نتفادل أعراض الجنوبية الأدوية الكون زي مكيتين موجود فين في أكلنا موجود في كل أنواع البروتين موجود في اللحوم الحمرة موجود في الأسماك الدهنية موجود في المكسرات بس الفكرة أنه هو بيقل تكوينه مع السم يعني ممكن نتناول هذه الأغذية وتقل تكوينه لجسمنا وفعليته لجسمنا عشان كده مهم جدا نحرص على تناوله كمكمل غذائي الخلاصة إيه الكون زي مكيتين ده مكمل غذائي طبيعي ملوش أي أعراض جنوبية ومسؤول عن وظائف كل خلية من خلية الجسم ونقصه بيقدي إلى حدوث كل الأمراض المزمنة وبيحمينا من الأمراض المزمنة ويساعد في علاج كل الأمراض المزمنة مهم جدا نحرص على تناوله كمكمل غذائي عشان نحمي نفسنا من الأمراض المزمنة وينساعد في علاج كل الأمراض المزمنة مع تمنياتي بالصحة والعافية جميع وسلام عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر